تلاحظون أن كل القذارات الموجودة في حوزة النجف وكربلا لها أصول تعود إلى الطوسي وإلا فإن المسألة التي أشرت إليها غريبة أصحاب الأئمة يتهمون يذمون دائما ومراجع النجف وكربلا يمدحون دائما لماذا؟ أصحاب الأئمة الذين مدحوا من قبل الأئمة يذمون ومراجع النجف وكربلا الذين ذموا من قبل الأئمة يمدحون كل شيء بالمغلوب إذا أردنا أن نعود إلى جذر هذه المسألة إنها من الطوسي اللعين من الطوسي المشؤوم حتى هذا المنهج الذي قرأته عليكم من كتابه عدة الأصول هذا المنهج الذي ذكر في أن المفتي لا بد أن يكون عالما بالله وشؤونه عالما بالنبي وشؤونه عالما بالكتاب وعالما بالسنة مع مجموعة معلومات ترتبط بشؤون الكتاب والسنة منها أن يعلم الناسخ والمنسوخ منها أن يعلم المطلق والمقيد وهكذا وأضاف إلى كل ذلك الإجمع أن يكون عارفا بالإجمع هذا المنهج حينما جاء وطبقه على أرض الواقع لم يطبقه وإنما أخذ يفتي بفتاوى الشافعي بشكل مباشر وهذا ما تحدث عنه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر ابن إدريس الحلي هو أيضا على المذهب الطوسي لكنه انتقد الطوسي في ما جاء في كتبه الفقهية في كتابه المبسوط في كتابه الخلاف وفي كتابه النهاية وإلا فإن ابن إدريس ذهب بعيدا في طوسيته حتى وإن عارض الطوسية في بعض الأمور الطوسي جعل مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع اعتمد العقل لكنه لم يصرح به إذا أردنا أن نبحث في روح دين الطوسي فإنه يجعل العقل مصدرا من مصادر التشريع لكننا لا نملك نصوصا إذا أردنا أن ندرس كتب الطوسي فإن مصادر التشريع عنده الكتاب السنة الإجماع وأخذ التفاصيل من الشافعي عودوا إلى كتاب الرسالة للشافعي ودققوا النظر فيه وقارنوا فيما بين ما يقوله الطوسي في كتابه العدة وما يقوله الشافعي في كتابه الرسالة ستجدون أن الطوسية يمثل عملية صدى وعملية عكاس لما سطره الشافعي المتوفى سنة ميتين أربع للهجرة في كتابه الرسالة الذي هو أول كتاب في أصول الفقه عند نواصب سقيفة بني ساعد وسار الطوسي على المنهج الشافعي لأنه قد أشبع بالثقافة الشافعية منذ نعومة أظفاره حينما كان في خراسان وهذا الأمر سنعود إليه حينما أحدثكم عن الملابسات التاريخية لنشأة المذهب الطوسي القذر الذي هو مذهب السيستاني ومذهب الخوعي ومذهب محمد باقر الصدر ومذهب محسن الحكيم ومذهب المراجع السابقين ومذهب المراجع المعاصرين والمراجع القادمين فهذا هو مذهبهم هذا أمر بالنسبة لي أنا أقطع به عرضت لكم شيئا من الحقائق وسأعرض لكم أشياء كثيرة أخرى ولكن هذا لا يمثل مقدارا كبيرا بالنسبة للذي اطلعت عليه وتابعته في تحقيقي وتدقيقي في هذا الموضوع ما عرضته وما سأعرضه في هذا البرنامج ما هو إلا أمثلة ونماذج وشواهد ليس إلا وهناك الكثير من التفاصيل التي هي أقوى من الذي عرضته لكنني إذا أردت أن أتناولها سأحتاج إلى كثير من الحلقات ولهذا فإنني طويت كشحا عنها وأعرضت عن تقديمها في هذا البرنامج المشكلة كبيرة ومعقدة جدا ابن إدريس موقفه من أحاديث أهل البيت سلبي جدا وما هو بمطلع بنحو واسع وواضح على حديث العترة الطاهرة علمه ومعرفته بحديث أهل البيت محدود عقائده هزيلة هي العقائد الطوسية القذرة لكنه كان يشكل على الطوسي في فتاواه ويشخص فتاوى الطوسي التي اتبع فيها الشافعي وأبا حنيفة تحدث عن هذا الموضوع كثيرا هذه كتب الطوسي التي يتحدث عنها ابن إدريس في السرائر الأجزاء الثلاثة العليا في هذه المجموعة تشكل كتاب السرائر أما هذه المجموعة تتألف من كتاب الخلاف والنهاية والمبسوط هذه الكتب الفقهية المهمة المعروفة للطوسي الخلاف والمبسوط والنهاية وأهم كتبه هو المبسوط الذي يمثل العمود الفقرية للمذهب الطوسي القذر في بعده الفتوائي والفقهي والاستنباطي كتاب السرائر الذي بين يدي هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذه الطبعة السابعة ألف أربعمية وتسعة وثلاثين هجري قمري طبعة معروفة موجودة متوفرة في المكتبات لا أستطيع أن أقرأ كل شيء هنا وهنا سأشير إلى المواطن التي تحدث فيها ابن إدريس الحل في السرائر هنا عن كتب الطوسي واجتمالها على آراء الشافعي وأبي حنيفة وسائري فقهاء النواصب قطعا لا على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل الانموذج سأذكر لكم أرقام الأجزاء وأرقام الصفحات من كتاب السرائر وأذكر لكم أسماء كتب الطوسي إذا ما رجعتم إلى كتاب السرائر ستجدون أرقام صفحات كتب الطوسي إذا أردتم التحقيق والمتابعة والتدقيق هذه الأرقام دقيقة بحسب كتاب السرائر وبحسب الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها الجزء الأول من كتاب السرائر بحسب هذه الطبعة ما تبناه من فتاوى الشافعي أنا لا أتحدث عن أن الطوسي ينقل فتاوى الشافعي تبنى هذه الفتاوى وأفتى الشيعة بها وهذه أمثلة ليس استقصاء في الجزء الأول صفحة 181 أتحدث عن الجزء الأول من كتاب السرائر صفحة 181 نقل عن كتاب الخلاف وكذلك صفحة 182 نقل عن كتاب الخلاف صفحة 474 نقل عن المبسوط عن كتاب المبسوط فتاوى للشافعي يتبنى ها الطوسي وأيضا في صفحة 88 نقل عن الخلاف وصفحة 370 و371 وصفحة 487 نقل عن المبسوط فتاوى يتبنى ها الطوسي نقلا عن سائر علماء المخالفين من غير الشافعي هذا في الجزء الأول من كتاب السرائر هذه أمثلة وليس استقصاء ولكنها أمثلة كثيرة يمكنكم من خلالها أن تستنتجوا كيف كان الطوسي وما هو فقهه الجزء الثاني من كتاب السرائر صفحة 64 نقلا عن الخلاف 65 نقلا عن المبسوط 97 نقلا عن الخلاف 103 نقلا عن الخلاف 301 و40 نقلا عن النهاية 346 نقلا عن الخلاف 414 نقلا عن المبسوط 456 هذا حديث من من عنده من عن ابن إدريس يتحدث فيه عن أن الطوسي يفتي بحسب فتاوى المخالفين 575 575 نقلا عن الخلاف 707 نقلا عن الخلاف 708 نقلا عن الخلاف وغيره وعن المبسوط وبقية كتب الطوسي كل هذه الأرقام يتبنى الطوسي فيها فتاوى الشافعي 64 65 97 103 341 346 414 456 575 707 708 الطوسي يتبنى ويفتي بآراء الشافعي يفتي للشيعة أيضا في الجزء الثاني صفحة 173 نقلا عن المبسوط 458 نقلا عن المبسوط 614 نقلا عن الخلاف هذه فتاوى يفتي بها الطوسي وفقا لآراء المخالفين من غير الشافعي كأبي حنيفة وغيره هذا في الجزء الثاني في الجزء الثالث من كتاب السرائل صفحة 19 نقلا عن النهاية 355 نقلا عن الخلاف 413 نقلا عن الخلاف 434 نقلا عن الخلاف هنا ينقل ابن ادريس فتاوى الطوسي التي أفتى بها وفقا لفتاوى الشافعي وفي صفحة 434 نقل عن الشافعي وغيره ولازلنا في الجزء الثالث من كتاب السرائر صفحة 295 كلام لابن ادريس بهذا الخصوص صفحة 343 نقلا عن الخلاف صفحة 361 نقلا عن المبسوط صفحة 500 كلام لابن ادريس كل هذا يتحدث فيه ابن ادريس عن ان الطوسي يفتي بفتاوى المخالفين هذه امثلة وهذه امثلة واضحة وصريحة نقلت لكم الارقام بدقة بحسب طبعة كتاب السرائر التي اشرت اليها وهنا تثبت الارقام لصفحات كتب الطوسي انا لا استطيع ان اشخص لكم كل شيء في هذه الحلقات فهذا يحتاج الى وقت طويل الا ان اتيكم بامثلة ونماذج على سبيل المثال اقرأ عليكم من الجزء الاول من كتاب السرائر صفحة اربعمية واربعة وسبعين لن ادخل في تفاصيل المسائل الفقهية وذكر شيخنا انه الطوسي في مبسوطه في كتابه المبسوط فقال ويجوز اخراج القيمة عن احد الاجناس يتحدث عن زكاة الفطرة الى ان يقول ابن ادريس وانما هذا مذهب الشافعي ذكره ها هنا فلا يظن بعض غفلة اصحابنا غفلة جمع لغافل فلا يظن بعض غفلة اصحابنا انه مذهبنا الى اخر كلامه وانما هذا مذهب الشافعي ذكره ها هنا واشار الى رقم الجزء ورقم الصفحة يمكنكم ان تراجعوا ذلك وان تدققوا الامر بانفسكم صفحة اربعمائة وسبعة وثماني ثم اورد بعد ذلك تقسيمات المخالف في كيفية الاحياء الحديث عن احياء الاراضين ثم اورد بعد ذلك تقسيمات المخالف المخالف لأهل البيت في كيفية الاحياء فلا يتوهم من يقف عليها انها مقالة اصحابنا فان هذا الكتاب اعني المبسوط قد ذكر فيه الطوس مذهبنا ومذهب المخالف ولم يميس احد المذهبين من الاخر تمييزا جليا لماذا لان الطوس يريد ان يؤسس مذهبا يريد ان يخلط الامر بعبارة اخرى يريد ان يخفف تشيع دين العترة الطاهرة كي يحوله الى تشيع جديد الى تشيع مسخ يتماشى مع سياسة الدولة العباسية مثل ما فعلوا مع الطالبيين في النقابة الذي قام بهذا الامر الطوس ولذا هو يدس اراء المخالفين في كل مكان اذا استطاع ان يفرضها فانه يفرض اراءهم ومن هنا احرقت الكتب الشيعية واعاد كتابتها بالنحو الذي استطاع ان يحرف كتاب الكافي كتاب الكافي الذي عندنا فيه ما فيه من التحريف وبقية الكتب كذلك هذه كتب صيغة بصياغة جديدة بحسب منهج اهل البيت نحن نستطيع ان نشخص ماذا فعل هؤلاء اللعناء معارض الكلام ولحن القول وهذا العلاج الوحيد في التعامل مع كتب الحديث كي نصل الى الحقيقة فلا يتوهم من يقف عليها انها مقالة اصحابنا فان هذا الكتاب اعني المبسوط قد ذكر فيه مذهبنا الطوسي ومذهب المخالف ولم يميز احد المذهبين من الاخر تمييزا جليا وانما يحققه ويعرفه من اطلع على المذهبين معا وسبر قول اصحابنا وحصل خلافهم واطلع على المخالفين وما تقتضيه اصول مذهبهم وإلا فالقارئ فيه يخبط خبط عشواء بالضبط مثل ما يفعل خطباء المنبر هؤلاء الحمير انهم حمير المرجعية ينقلون عن تفسير التبيان عن الحسن المشتبى وهم لا يعلمون انه هو الحسن البصري وينقلون عن ابي جعفر وهو الطبري النحصبي ويقولون هو الباقر ينقلون كلام الطبري ويقولون هو الباقر لانهم لا يتوقعون ان الطفس ينقل الاحاديث عن ابي جعفر الطبري في تفسير القرآن ولا ينقل الاحاديث عن ابي جعفر الباقر صلوات الله عليه نقل في تفسيره عن ابي جعفر الباقر ولكنه يقول عليه السلام اما حينما ينقل عن ابي جعفر الطبري فلا يقول عن عليه السلام إلا أن الحميرة من خطباء المرجعية السيستانية والشرازية أيضا هؤلاء الحمير حينما ينقلون عن تفسير التبيان فينقلون عن الحسن البصري على أنه الحسن المشتبى صلوات الله عليه وينقلون عن أبي جعفر الطبري على أنه أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه وهذا هو هو للذي يراجع كتب الطوسي مثل ما يقول ابن إدريس لماذا فعل هذا الطوسي؟ لأنه يريد أن يخبط الأمور وأن يحول تشيع العترة الطاهرة إلى تشيع جديد بما يناسب سياسة الدولة العباسية التي تريد أن تلغي المذاهب وإنما تجعل المذاهب تجري بحسب ما تريد حكومة العباسية وهذا الذي جرى على المذاهب الأربعة وبعد ذلك صنعوا المذهب الخامس بطريقة شيطانية خبيثة وإلا فالقارئ فيه في كتاب المبسوط يخبط خبط عشواء العشواء هي الناقة التي لا تبصر في الليل فحينما تمشي فإنها تخبط خبطا لا تميز طريقها وحينما تريد أن تأكل من العلف ليلا ستأكل من مكان وتترك مكانا آخر فيكون مكان أكلها ما هو بنحو متساوي لأنها تخبط خبطا في أكلها وفي سيرها هذا هو المراد من خبط العشواء هذا الجزء الأول من السرائر الجزء الثاني أيضا أقرأ عليكم على سبيل المثال صفحة 341 وهذا قول شيخنا في نهايته في الرسالة العملية وهذا قول شيخنا في نهايته وجميع كتبه إلا فيما أشرنا إليه لكون هذا الكتاب أي كتاب النهاية وسائر كتب الطوسي لكون هذا الكتاب يجمع مذهب المخالف له ويذكر فيه مذهبنا ومذهب غيرنا وما ذكره فيه مذهب الشافعي إلى آخر الكلام ومذهبنا بغير خلاف بيننا يخالف مذهب الشافعي في هذه المسألة هذه فتاوى الطوسي لكن أكثر الذي ذكره وفقا للشافعي في كتابه المبسوط لأن كتاب المبسوط في الحقيقة كتاب شافعي بامتياز من هنا اعتمد علماء الحوزة الطوسية منهجية الاستنباط في هذا الكتاب وصارت منهجية استنباط الأحكام الشرعية في حوزة النجف وفقا لمنهجية الاستنباط في كتاب المبسوط صفحة 458 من الجزء الثاني من كتاب السرائر وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه الكش وهو ما يلقح به النخل الكش يلزم صاحب النخل وهذا غير واضحا لأنه لا دليل عليه ولا شك أنه قول بعض المخالفين فوضعه في الكتاب المذكور لأنه رحمه الله يذكر فيه في المبسوط مذهبنا ومقالتنا ومقالة غيرنا من غير تفصيل كثيرا ما يعمل كذلك يريد أن يدخل فخها النواصب إلى الوسط الشيعي شيئا فشيئا وهذا هو الذي جرى صلاتنا شافعية الصلاة التي إذا ما قبلت قبل ما سواها وإذا ما ردت رد ما سواها التي هي عمود الدين صلاة الشيعة شافعية بسبب أطوسي وبسبب المراجع ثولان الأغبياء من مراجع حوزة النجف وكربل هذا في الجزء الثاني من كتاب السرائر هذا الجزء الثالث أيضا على سبيل المثال صفحة ثلاثمية وخمسة وخمسة وذهب شيخنا أبو جعفر يعني الطوسي في مسائل خلافه في كتاب الخلاف إلى أن الموسر الموسر هو الغني من العاقلة عليه نصف دينار العاقلة العشيرة في قضية دية القتل الخطأ أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل المسائل الفتوائية وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن الموسر من العاقلة عليه نصف دينار والمتوسط ربع دينار إلى آخر كلامه ماذا يقول ابن إدريس وكلامه صحيح وهو مذهب الشافعي اختاره شيخنا والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تقدير ولا توظيف على أحد منهم ولكنه أفتى بفتوى الشافعي صفحة 361 وقد قرأتها عليكم فيما تقدم وشيخنا ذهب في مبسوطه إلى أن الدعوة إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها أن يكون معه لوث قضية ترتبط بأديات بأديات وبالاعتداءات وهذا قول بعض المخالفين ذكره في هذا الكتاب في الكتاب المبسوط لأن معظمه معظم الكتاب فروعهم فروع المخالفين هذه حقائق لذلك ما ردوا على ابن إدريس ماذا فعلوا مع ابن إدريس شوه سمعته مع أنه طوسي هو على منهج الطوسي وهناك صلة قرابة فيما بينه وبين الطوسيين هو داخل في سلسلة أحفاد الطوسي من جهة بناته له صلة قرابة وبغض النظر عن صلة القرابة هذه فهو طوسي وابن إدريس ألعن من الطوسي في التعامل مع الأخبار ابن إدريس يتبنى مسلك الشريف المرتضى في التعامل مع الأخبار ومسلك المرتضى في التعامل مع الأخبار مسلك اللعين هذا الكلام الذي قاله محمد حسين كاشف الغطاء عن الزهراء صلوات الله عليها من أنها خرجت عن حدود الآداب بخصوص كلامها مع أمير المؤمنين لما رجعت من المسجد بعد خطبتها المعروفة في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله قالت كلاما محمد حسين كاشف الغطاء لم يفقه معنى كلامها فقال من أنها خرجت عن حدود الآداب في كلامها مع أمير المؤمنين هذا الكلام إذا أردنا أن نبحث عن جذوره فإن الذي تكلم به أولا الشريف المرتضى وكان كلامه أسوأ من كلام محمد حسين كاشف الغطاء القذارة من هناك من بداية الغيبة الكبرى ولذا فإن إمام زماننا قال في رسالته التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وهذا هو حال مراجع النجف المعاصرين على نفس ذلك الضلال الضلال الذي كان عليه أكثر مراجع الشيعة زمان المفيد صار عليه في وقتنا هذا كل مراجع الشيعة وزادوا ضلالا وزادوا قذارة وزادوا سفاهة وزادوا جهالة كتبهم تتحدث عن ذلك واقعهم بياناتهم فضائياتهم خطباؤهم الحمير وكلاؤهم الأغبياء كل هذا يخبر عن هذه الحقيقة أتعلمون في كتب التراجم حينما يتحدثون عن ابن إدريس يقولون من أنه أصيب بالعمى من أنه أصيب بالعمى لماذا أصيب بالعمى هذه كرامة للطوس وهذا كذب الرجل لم يصب بالعمى ويقولون من أنه مات وهو في العشرينات ويقولون نزل عليه البلاء وحل عليه غضب الله فقصف عمره لأنه تعرض للطوس وهذا كذب الرجل مات وهو في الخامسة والخمسين من عمره وربما عمره أكثر من ذلك لأننا لا نعرف تأريخ ولادته بالضبط بحسب القرائن الموجودة هو ذكر من أنه قد بلغ الحلم في السنة الكذائية فقدروا عمره على هذا الأساس فقدروا سنة ولادته سنة خمسمية وثلاثة وارباح قالوا من أنه ولد في هذه السنة ربما قبلها بسنة بسنتين لا أدري لكن ولادته تقريبا في هذه السنة خمسمية وثلاثة واربعين توفي سنة خمسمية وثمانية وتسعين توفي في الخامسة والخمسين فما يقولونه من أنه توفي في العشرين دون الثلاثين في العشرينات دون الثلاثين من أن الله قصف عمره إكراما للطوس لأنه رد على فتاوى الطوس هذا كذب لا حقيقة له ومن أنه أصيب بالعمى هذا كذب أيضا هذه أكاذيب المراجع على طول الخط منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وأكذب الناس هم مراجع الشيعة وأضل الناس هم مراجع الشيعة مراجع شيعة الطوسي الذين هم على المذهب الطوسي القذر من أولهم إلى آخرهم إذا كان هناك فيهم من هو مستحمر وكثيرونهم على نية حسنة فهؤلاء حمير من حمير الشيطان لا قيمة له والذين يعرفون الحقيقة فهؤلاء هم الشياطين هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة النتنة هذه الحقائق بين أيديكم أنا ما جئت بشيء من عندي هذه كتب الطوسي وهذه كتب علماء الشيعة وهذه أحاديث أهل البيت وهذا هو الواقع بين أيديكم نذهب إلى فاصل أهل البيت